السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب الدراسات الاجتماعية واليوم بإذن الله تعالى سوف نقوم بحل تقويم الوحدة الثانية من كتاب الدراسات الاجتماعية نبدأ بالسؤال الأول واحد يكمل الطلبة الفراغات الآتية تأسست الدولة السعودية الأولى في عام 1157 هجرية وكانت عاصمتها الدرعية وكان مؤسسها الإمام محمد بن سعود با انتصر السعوديون على القوات العثمانية في معركة تربة وأسهمت البطلة السعودية الغالية البقمية في إدارة هذه المعركة جي من صفات الإمام محمد بن سعود الحكمة والشجاعة والتدين والحزم عرف عهد الإمام سعود بن عبد العزيز بالفترة الذهبية اثنان يستنتج الطلبة أسباب الأحداث الآتية هجوم الدولة العثمانية على الدولة السعودية الأولى وتدمير عاصمتها الدرعية ما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو عدائهم للدولة السعودية لقوة الدولة السعودية في هذا الوقت وكرههم وحقظهم للمنهج الإسلامي القويم وأيضا من ضمن الأسباب تحقيق مصالئهم والحفاظ على نفوذهم في المنطقة با عودة مانع المريدي إلى وادي حنيفة وذلك تلبية لدعوة ابن عمه ابن درع والسبب الثاني ولتقوية الحكم في المنطقة ثلاثة ما القرن الذي قامت فيه الدولة السعودية الأولى هو القرن الثاني عشر الهجري السؤال الرابع يضع الطلبة الكلمات في مكانها المناسب في النص الآتي لم تكن شبه الجزيرة العربية تخضع لحكم موحد فكانت بعض أجزائها تحكمها زعامات محلية وكان يحدث بينهم نزاعات وهو ما أدى إلى غياب الأمن في هذه المنطقة خمسة أين يقع حي الطريف؟ يقع حي الطريف في وسط شبه الجزيرة العربية في مدينة الدرعية شمال غرب مدينة الرياض با ستة يرسم الطلبة خطا زمنيا لأئمة الدولة السعودية الأولى وإمة الدولة السعودية الأولى بالترتيب هم الإمام محمد ابن سعود هو الأول ثم بعده الإمام عبد العزيز ابن محمد ثم الإمام سعود ابن عبد العزيز ثم أخيرا الإمام عبد الله ابن سعود هؤلاء هم أئمة الدولة السعودية الأولى سبعة أورد المؤرخ عثمان بن بشر أن الإمام سعود بن عبد العزيز كان إذا أراد أن يسير في حملات لتقوية نفوذ الدولة وحمايتها يخرج من قصر سلوى ويتجه إلى المسجد الجامع فيصلي فيه ويطيل في الصلاة وعندما ينتهي من صلاته يرقب جواده ماذا نستنتج من النص السابق؟ نستنتج حرص الإمام سعود بن عبد العزيز على الصلاة والخشوع فيها وذلك دليل على تقواه وعلمه وأنها أي الصلاة من أسباب النصر فالصلاة من أسباب النصر ثمانية ماذا يستنتج الطلبة من القصة الآتية؟ روى أوروية أنه وفد على الإمام محمد بن سعود عندما كان أميرا على الدرعية رجل من أعيان إحدى بلدات الممدقة وطلب المساعدة على سداد ديونه التي بلغت أربعة آلاف من الذهب فأعطاه الإمام المال المطلوب فاستنقر بعض أبناء الإمام هذا العطاء الكبير فقال لهم الإمام محمد بن سعود الدنيا جعلت كرامة لبني آدم فالرجل زعيم في جماعته إذا احتاج ينبغي مساعدته نستنتج من هذه القصة كرم الإمام وتقوى هذه القصة أو هذا التصرف دليل على كرم الإمام محمد بن سعود وتقوى وكذلك علمه بفضل الصدقة وعلمه أن هذه الدنيا زائلة أو إلى زوال وأنه ينبغي أن نقوم كما قال الحكيم ارحموا عزيز قوم ذل تسعة يملأ الطلب الفراغات لمعركة الرس عام 1233 وفق المطلوب في الشكل الحدث استمر إبراهيم باشا ثلاثة أشهر ونصف الشهر يحاول الدخول إلى الرس وهزيمة القوات السعودية ولكن صمود أهاليها وقوات الدولة السعودية الأولى منعته من ذلك فطلب إبراهيم باشا من والده محمد علي المساعدات وشن ثلاثة هجمات أخرى شخصيات هذه المعركة هم الإمام عبدالله بن سعود والطرف الآخر هو إبراهيم باشا من الدولة العثمانية نتيجة هذه المعركة لم يتمكن إبراهيم باشا من الدخول إلى الرس وأنهى إبراهيم باشا الحصار بالاتفاق مع الإمام عبدالله بن سعود هكذا نكون قد أنهينا حل تقويم الوحدة الثانية ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع الوحدة الثالثة الدولة السعودية الثانية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته